السلام عليكم مشروع حافلات الرياض اللي راح ينطرق ان شاء الله قريبا في العاصمة السعودية الرياض هو جزء من مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام يتكون من قطار الرياض وحافلات الرياض قطار الرياض سبق انه تكلمنا عنها في فيديو سابق بالتفصيل وراح يترك لكم رابطة في الوصف الفيديو لكن مشروع حافلات الرياض هذا المشروع البوخم طيب متوقع انه ينقل اكثر من خمسمائة الف راكب هذه بتكون طاقة الاستيعابية مشروع حافلات الرياض بيساعد في ناقل في مستقبل اكثر من تسعمائة الف راكب بشكل يومي على مراحل تشغيل قصوى يعني مرحلة تشغيل قصوى برح توصل الى تسعمائة الف راكب في اليوم طبعا شبكة حافلات الرياض وقطارات الرياض كلها تعمل في تناسق مع بعض يعني الحافلات تنقل الركاب الى محطات اكبر والمحطات الاكبر تنقلهم الى محطات القطارات وحتى يصلون الى وجهتهم النهائية الهيئة العامة لتطوير مدينة الرياض تقول ان مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام راح يخدم سكان مدينة الرياض والسياحة اللي يجون يعني راح يخدمهم خلال مجموعة من المسارات اللي تغطي تقريبا اغلب شوارع المدينة اغلب شوارع الرياض الرئيسية والفرعية كذلك تربط الشوارع تربطها بمناطق العاصمة المهمة مثل المراكز التجارية او المؤسسات الحكومية وغيرها تجتمل شبكة حافلات الرياض على 80 مسار للحافلات 2860 محطة حافلات و 842 حافلة هذه كلها توفر خدمة النقل السريع بالحافلات طول المسارات المخصصة اكثر من 160 كيلو متر تساعد في تخفيف الزحام وتوفير الوقت واختصار المسافات ما قلنا قبل شوي ان هذه الشبكة شبكة الحافلات بتساعد المواطنين والمقيمين والسياح على ربطهم بوجهاتهم سواء مستشفيات جامعات مراكز تسوق حدائق مراكز ترفيهية كل هذه راح تساعدهم للوصول لوجهتهم النهائية طبعا الحافلات يوجد أربع أنواع من الحافلات روعي في تصميمها الوظيفة اللي تقوم فيها والمساحات والخدمات اللي راح تقدمها على كافة الشبكات راح يتبت فيها النظام تتبع الحافلات ومعلومات للركاب أثناء وجودهم في داخل الحافلة وراح يكون جميعا ركاب سواء اللي في الباصات أو اللي ينتظروا في المحطات على الطلاع بالرحلات ومتى تتحرك ومتى توصل بشكل أوتوماتيكي تكلمنا عنه الأسطول حافلات الرياضة نتكون من 842 حافلة هذا الفيديو برعاية موقع المعرفة للكل مهتمين بإيصال المعرفة لجميع فئات المجتمع بكل وضوح وسهولة ومن أمثلتها السياحة في جميع دول العالم والربح عن طريق الإنترنت وجميع المواضيع الهادفة التي تهم المجتمع العربي الشركات المصنعة شركة مارسيدس وشركة مان 421 حافلة من شركة مارسيدس من طراز جي سترو و 179 حافلة مارسيدس من طراز جي سترو بينما شركة مان رح يكون منها 242 حافلة لائون سيتي وهم متخصصين بهذا النوع من الحافلات خطوط الحافلات ذات المسارة المخصص يتكون من 3 مسارات بطول 160 كيلو متر بواقع 108 محطة للذهاب والعياب وهم كالتالي مسار حافلات الرياض بالإضافة إلى أن المسار يستمر على شارع إمام الشافعي إلى التقاطع مع طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول المسار الثالث الخطوط الخاصة بالحافلات المغذية هذا المستوى عبارة عن مجموعة من الخطوط التي تصل لحياة السكنية والشوارع ببعضها البعض حيث تتكون من 19 مسار بطول 904 كيلو متر للذهاب والعياب مسارات حافلات الرياض خطوط الحافلات العادية طريق هارون الرشيد طريق عمرو عبد العزيز طريق العروبة طريق سعيد بن زيد طريق إثمار بن عفان وطريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه وطريق تخصي اعتمد هذه الملكية مدينة الرياض تصميم موحد لكل الحافلات والذي يمثل تصميم قطار الرياض بالإضافة إلى أن الحافلات مزودة أماكن مخصة للعائلات وذوي لحتاجات الخاصة داخل الحافلات الحافلات نفسها صديقة للبيئة وجود شاشات عرض للمعلومات الرحلات والركاب وكاميرات المراقبة المتطورة وأجهزة التحكم بالإشارات الضوية والتوبيه عند توقف الحافلات كذلك أنظمة تتبع المركبات ومراقبة السائقين وعد الركاب والتذاكر الموحدة وتطبق التكنولوجيا في هذه الحافلات على أعلى معايير الأمن والسلامة بالنسبة لمواقف في السيارات تم توفير أربعة مواقع لمواقف السيارات وتحميل الركاب يتسع كل منها لما بين 200 إلى 600 سيارات يصبح وصول إلى شبكة الحافلات بذلك يصبح عدد مواقف السيارات لمشروع الملك عبد العزيز للنقل العام القطارات والحافلات من مدينة الرياض 25 موقع كيفية حجز تذاكر حافلات الرياض من خلال المحطات نفسها الموجودة راح تشوفون موجودة الآن مكاين أشبه من مكاين الصرافة الخاصة بالبنوك منها تستطيع أنك تشتري تذاكرك وأيضا راح ينزل تطبيق إذا ما كانت نزل لكنه غير مؤكد خاص بحافلات الرياض سعار تذاكر حافلات الرياض من متوقع أن تكون سعار التذاكر على طول على حسب طول الطريق أو المشوار الخاص فيك لكن متوقع من 3 إلى 4 ريالات ويمكن مشراءها طبعا مثل ما قلتكم من موقع الإلكتروني أو من محطة نفسها أو من التطبيق اللي راح ينزل خاص بحافلات الرياض الشركة مشاغلة هي شركة سعبتكو السعودية هي الشركة مشاغلة أتمنى أنكم نقدم شي مفيد لكم تحيات للجميع أنا رأيك في فيديوهات قادمة مترو الرياض لماذا تأخر متى بداية العمل فيها هل في توسع على مترو الرياض مشروع مترو الرياض والنقل العام في مدينة الرياض مشروع جبارة على مستوى العالم طبعا تأثر بكوفيد وتأخر شوي ولكن بأذن الله نبدأ افتتاحها من مارس هذا العام نبدأ بالبساط ومن ثم الخطوط المختلفة في المترو في أي نية لتوسعة الخطوط ننظر اليوم إلى توسعة الخطوط مع النموز سكاني المدينة سوف نعلن استراتيجية الرياض في عام ثلاثة وعشرين أخذتنا وقت لنا استراتيجية عميقة وفيها مشاريع عدة وبعد إعلانها سنعلن أيضا عن ما هي وسائل النقل التي سوف نقدمها في مدينة الرياض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر